مصر وهنا تطرق دلوقتي لحدث هام وهو استضافة مصر على مدار يومين مؤتمر الاستثمار تحت عنوان مصر والاتحاد الأوروبي وده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أرسولة فون ديرلاين يهدف المؤتمر إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي هيكلمنا أكتر عن الموضوع ده من خلال الهاتف الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور خالد أهلا بحضرتك وأهلا مستدر المشاهدين في كل مكان قالت تحياتي دكتور خالد بالنسبة لي أهمية مؤتمر استثمار مصر والاتحاد الأوروبي عايزة حضرتك توضح لنا بالضبط أهميته ومدى استفادة مصر من هذا المؤتمر الحقيقة مؤتمره بيأتي في معاده وفي مكانه العلاقات المتميزة بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في وجه توحج هذه العلاقات وده انعكس في القردة الممنوح من الاتحاد الأوروبي والدعم للصالح الاقتصاد المصري وبنشوف المؤتمر الاستثمار العالمي المصري والاتحاد الأوروبي اللي بيتم في 29.30 يونيو الحالي أعتقد أن ده بيبلل ويبرهن مدى قوت ومكانه العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي دعم الاتحاد الأوروبي ومن خلال قبريات الشركات الاستثمارية الأوروبية والعالمية للاستثمار وانتهاز الفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مسير التنمية ودعم التنمية المستدامة ودعم كل القطاعات بتشكل من الاتحاد المصري لتحقيق الأفضل على المستوى الاقتصادي للدولة المصرية وده أحد أسباب هذا النصب دكتور خالد خلينا نوضح للسادة المشاهدين أبرز الأنشطة الاقتصادية والمشروعات اللي بيمولها الاتحاد الأوروبي في مصر لو بنشوف يعني أولاً كل أبرز هذه الأنشطة الاتحاد الأوروبي بيمولها بنشوف كل القطاعات اللي بتشكل منها الاتحاد المصري بنلاقي الاتحاد الأوروبي بيحقوم بتمويل هذه الخطاعات وكان بيركز على قطاع الزراعة والتصنيع والاتحسارات والتكنولوجيا والمعلومات والتشهيد والبناء والقطاع السياحي والقطاع المالي كل ديت القطاعات الرئيسية اللي بيحطها بين قسين كده وبيركز عليها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري لو شوفنا على الأرض الواقع مدى أهمية هذه القطاعات الاقتصاد المصري هللاقيها أنها بتمثل يعني يمكن أغلب القطاعات اللي بتشكل منها الاقتصاد المصري في التصنيع أو بالأخص التصنيع والخدمات التكنولوجيا والتكنولوجيا بنلاقي الاتحاد الأوروبي بيركز على الأدوية والمواد الفعالة والأدوية الجيولوجية والأجهزة الطبية والزرعات الحديثة وكافية إدارة المياه والتصنيع الجزائي اللي النهاردة مصر أكبر مستورة من الاتحاد الأوروبي له إزاي أننا ممكن أعمل توطين صنعات ودعم هذا القطاع علشان مصر تقدر طلب الاحتياجات المطالة الخاصة بالشعب المصري ويبقى عندنا قدرات قادرة على تلبية الاحتياجات وانتشار هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية لزيادة القدرات التسويقية للقتصاد المصري خلال الفترة القادمة دكتور خالد حضرتك شايف إزاي ممكن القطاع الخاص يقدر يستفيد من المشعات دي الحقيقة لو شفنا هذه القطاعات بالله أن القطاع الخاص ودعم وصيقة ملكية الدولة ودعم الحكومة المصرية القطاع الخاص وأن يكون مساهم ومشارك فيها للقتصاد المصري نسبة 65% كما صرح قبل ذلك رئيس الوزراء فأعتقد أن القطاع الخاص سيكون أحد أبرز هذه على طاولة المفاوضات وأحد أبرز الحاضرين في هذا المؤتمر سواء من التحاد الأوروبي أو من القطاع الخاص المصري لعملية التمك ما بين القطاعين الخاص هنا أو هناك أو شركات الاستثمارية ما بين التحاد الموجودة داخل التحاد الأوروبي وبين الموجودة داخل مصر لتحقيق هذا التنافم وهذا التبادل لتحقيق الأفضل لسرها القطاع المصري وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات وتبادل التكنولوجيا علشان أقدر أن مصر النهاردة يتصل إلى المكانة التي يجب أن تكون عليها لأن ده بحقق استقرار بحقق مزيد من طرس العمل بحقق مزيد من تنمية مستدامة بحقق مزيد من زيادة حكم الناتج المحلي بحقق مزيد من كمية الانتاج للسلع والمنتجات اللي بتقدر تقلل معايا فطورة الواردات اللي بتقدر معايا تقلل العجز المزمن في النزان التجام اللي بتقدر تزاود معايا الصادرات ده لن يستطيع إلا من قلال مساهمة القطاع الخاص واستفادته من الخبرات والإمكانيات والقدرات اللي ممكن تحققها هذا المؤتمر ما بين وما بين سواء الموجود الشركات الأوروبية والمستثمرين الأوروبيين وبين الشخطاع الخاص في مصر دكتور خالد يعني لو هنتكلم عن الاستثمارات أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عايزين نعرف إزاي نقدر نجذب المزيد من المشروعات خلينا نشوف حكمة الاستثمارات اللي موجودة في 22-23 النهاردة بنلاقيها 8.2 مليار يورو ده موجود حكم التنمولات وحكم الاستثمارات اللي كان اللي موجودة من الدول الاتحاد الأوروبي للدولة المصرية وكانت موجودة في العام السابق 3.2 مليار دولار تشوفنا خلال عامل آخرين القفزات الهائلة من دعم الاستثمارات الأوروبي اللي هي الدولة المصرية من خلال كل المشروعات وكل القطاعات اللي بشكل من الانستاذ المصري ليه علشان نقدر نقلة نوعية وحضرية ولو شوفنا حجم التبادل التجاري ما بين مصر وبين دول الاستثمارات الأوروبي بنلاقيها موجودة تبلغ 31 مليار دولار فبنشوف هذه الأرقام بتنوم قوة ومتانة العلاقات بين مصر وبين دول الاتحادات هذه العلاقات وحجم الاستثمارات اللي موجودة وبنشوف حجم التنولات المتاحة للإقتصاد المصري بمعناها أننا النهاردة أن مصر لديها فرص استثمارية وعيدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات اللي موجودة والمتاحة لدى الشركات الأوروبية ولدى المؤسسات المالية الأوروبية فبنشوف التواكه ليه؟ ليه مصر؟ لعشان مصر يتمام الأمام وهي الركيزة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط شايف حضرتك انعكاس المشروعات دي على معدلات التنمية الاقتصادية إيه؟ هذه المشروعات من شأنات تزود معايا حجم الناتج تزود معايا الطاقات المنتجة تزود معايا فرص العمل تزود معايا معدل النمو كلما زاد معدل النمو كلما زاد تحسن أرواد الاقتصادي اللي موجود داخل الدولة المصري فكل ديت مؤشرات إيجابية بينظر إليها المؤسسات المالية العالمية علشان يحدث تحسن للمؤشرات الكلية للإقتصاد المصري النهاردة مصر محتاجة ده علشان يبقى المؤشرات الكلية لمرتاوة الإقتصاد المصري في تحسن مستمر فالتحسن مستمر دي يأتي بإيه؟ هيجب مزيد من الاستثمارات مزيد من حجم الأنشطة مزيد من توطين صنعات مزيد من تقضي فطورة الواردات مزيد من تقضي العاجلة المزمنة في المنزان التجاه دكتور خالد الشفعي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا